منذ قرنين ونحن نتساءل لماذا تقدم الآخرون وتخلفنا الجواب ببساطة هو أن السؤال غلط التوضيح ما زلنا نستخدم صغة نحن وهم فلم نتقن حتى الآن فن التفكير بصفتنا كبشر من بني هذه الأرض لا من بني آدم تخيلوا أحدهم حتى الآن يضع كتابا أنوانه اجتماعنا واقتصادنا محاكاة لهم يعني هو يأخذ الفكرة من أدهم أنه يقول لديهم فلسفة لديهم كذا فهو يرد عليهم ويقول لهم نحن أيضا لدينا اقتصادنا وفلسفتنا بينما هم لا يتحدثون عن صفتنا أنهم يقول هذه فلسفة هذا علم هذا قانون هذا فيزاء وكيميا وانتهى الأمر لكن بالنسبة لنا الأمر مختلف نتحدث بصيغة نحن وهم لكن مفكريهم ليست لديهم هذا الصفة موجودة ضمنا لكنها ليست محط اهتمامهم أو محط عملهم واشتغالهم لهذا تجد أن العلم الذي يفتكره عالم في الغرب أو في أي مكان عدا بلداننا أو شعوبنا سيقول هذا قانون ممكن أن ينتفع منه الجميع ليس مقتصرا على فئة دون أخرى مع هذا ما زال البعض يفكر بصيغة نحن وهم كما قلت ويقول اجتماعنا واقتصادنا وعقلنا وما إلى ذلك نحن نحاكيهم في ما يفعلون ولكن ننسبه لأنفسنا ونخترع شيئا هم فعلوه ولكن ننسبه لأنفسنا ونغيره بالطريقة التي نتقبلها مع أننا يعني رغم كل هذا ما زلنا ما قبل المجتمع وقبل حتى الاقتصاد أو مفهوم الاقتصاد ما زلنا أيضا لا نمتلك قانون حقيقيا ولا نمتلك دول حقيقية ولا نمتلك يعني تقريبا كل شيء ولا نظاما حديثا بشكل مقنع فبناء على كل هذا نجد أن من يدعي الحداثة أو يحسب على الحداثة والتنوير نجده يضع مجلدات كثيرة تحت عنوان تكوين وبنية العقل العربي وكأن العقل العربي هو منطينة خاصة لا نظير لها ولا مثيل ما عنيه أن المشكلة لا تكمن في أحساسنا بوجودنا خارج العالم وفكر العالم بل في أننا لا نستطيع التعامل مع العالم إلا بوصفه كذلك وربما تكمن العلة في لغتنا الغالقة في الإحالات الدينية خاصة إذا علمنا أن كلمة العالم والمعلم والمعالم كلها تشير إلى الآية والآيات الإلهية وخلق العالم وإلى آخره من هذه المشتقات أي أننا لا نرى أنفسنا من أبناء هذه الأرض وهذا الكون إنما نحن أبناء آدم والعالم تخيلوا الفرق بين الأمرين العالم يعني شيء آخر غير المعنى الإنجليزي والأغرب أننا نعتبر وجودنا في هذا العالم مؤقت ودين علينا تزديده لاحقا في يوم الدينونة والدين من الدين والدينونة وهذه المشتقات متشابهة أي كما قلت أننا الغريب أننا نعتبر وجودنا في هذا العالم مؤقت ودين علينا تزديده لاحقا في يوم الدينونة ما دمنا موجودين فيه وهذا هو معنى الدين في المجمل كل محاولاتنا لعادة موضعة كينونتنا ضمن الكينونة البشرية فاشلة أي نحن لا نريد أن ننتسب إلى بقية أنماط البشر أو بقية الشعوب إنما نريد أن نعيد موضعة أنفسنا داخل كينونة البشرية إلا بطريقتنا وبسبب هذه الحالة نحن نفشل دائما لماذا؟ لأننا لا ندرك حتى الآن بأننا كائنات وليس بمخلوقات والفرق كبير بين أن تكون كائناً موجوداً على هذه الأرض وضمن الكائنات الأخرى لا أن تكون مخلوقاً قادماً من كوكب آخر أو من عالم الغيب أو من ما وراء البرزخ هذا فرق هائل كبير نحن لا نتحدث ضد الدين ولا نتحدث عن مسألة دينية نتحدث عن نمو التفكير وعقل جرى تأسيسه وتشكيله وتكوينه بهذه الطريقة وهذا يناظر ما يقال عن بنية العقل العربي وتكوين العقل العربي الذي يتحدث فيه صاحبه عن شيء آخر مختلف عن العقل الديني إنما يتحدث عن العقل الفلسفي الذي هو في الأصل مستورة من اليونان واشتغل عليه بضعة فلاسفة ومفكرين هم لم يتركوا أثراً ولم يبقى لهم أي أثر في وعينا وثقافتنا وتراثنا بشكل عام وهم ابن سيناء وابن رشد وما إلى ذلك وعلى أساسه تكون هذا العقل العربي المزعوم وأصبح هذا العقل هو الذي يحسب علينا أنه هذا جزء أساسي من العقل العربي الذي هو في الأصل لم تكن من بيننا وأيضاً حتى من اشتغله اشتغل عليه تم رفضه وعليه كما قلت كل محاولة من قبلنا لعادة موضعة كينونتنا ضمن الكينونة البشرية فاشلة وستكون فاشلة ما دمنا نفكر بهذا الطريقة ما لأنهم الآخر لديه فلسفة لأمور البشر نحن نرد عليه ونقول لدينا فلسفتنا وأيضاً الآخر يقول هناك عقل كوني عالمي وليس محلي نحن نرد عليهم نأخذ الفكرة منهم وننسب الشيء إلى أنفسنا ونقول لدينا عقلنا وعقلنا العربي تحديداً وليس حتى الإسلامي بناء على هذا أنا أقول يعني نحن في بحاجة وحط كلمة نحن بين قوسين نحن بحاجة أن يخرج من يكتب لنا بنية العقل البشري وليس بنية العقل العربي أو الإسلامي بنية العقل البشري وبعد ذلك نجد أن نكون هذا البنية ويستوعبها الآخرون ويعتبرون أنما وجدناه هو للبشرية بأكملها مثل شخص يخترع اختراعاً أو يخترع لقاحاً مثلاً ولا يقول هذا اللقاح يخص شعباً من الشعوب إنما للعالم أجمعين وليس لوكر كلمة عالم يجب أن تنتبه إلى عمقها الديني على كل حال أنا أعتذر عن هذا البوست وحاولي تخفف من الدم الثقيل والأفكار التي تبدو نوعاً ما فيها تحتاج إلى حضم وتحتاج إلى تأمل أكثر ما أن تحتاج إلى سماع يجب أن تحتاج إلى سماع لأن أفكار التي فيها نمط جديد تحتاج إلى أن يتقبلها بشيئاً فشيئاً يعني أشبه بأكلة جديدة أو مختلفة لم نتعود عليها فنحتاج وقت حتى نتعود عليها ونهضمها بغض النظر عن قيمة هذه الفكرة الجديدة هل هي لذات قيمة أو ليست بذات قيمة لكن المهم هي شيء جديد مختلف وتحتاج بالتالي وقت للهضم وقت أكبر للهضم يعني الهضم الفكري وليس الهضم المعاوي هذا البوست نشرته قبل عامين تحديداً يوم 10 أبريل 2021 وذكرني فيه الفيسبوك وأحببت أن أشارككم فيه وبهذه المناسبة أيضاً سأقدم بعض التعليقات على هذا البوست أتمنى أن يضيف شيئاً للفكرة التي طرحتها في بداية في الجزء الأول قسم الأول من هذا الفيديو كما ترون هنا النصب الكامل كما هو قبل سنتين تماماً هنا أجاني تعليق من التعليقات المهمة أنا اعتذرت طبعاً في نهاية البوست وقلت أن هذا البوست فيه نوع من الغموض وثقيل الدم كما قلت فأعتذر صديقي الدكتور عبدالله الجنابي قال لا حاجة لأن تعتذر بل أن تشعل بالفخر هنا تعلم أننا نقرأ لك فكراً مختلفاً مهما كان بعيداً عن مورثاتنا لك المجد أشكر الدكتور هذا كلام مشجع على الاستمرار بدلاً من الانسحاب الصديق وليد حسين قال أن هذه العقيدة التاؤلة الذين يتحدثون بهذه الطريقة التي أنا وصبتها الطريقة النحنوية أنا أسميها نحن وهم التي هي القطيعية يعني جذرها الأساسي هو جذر قطيعي فهذه العقيدة تقوم على فرضية كما يقول صديق وليد أن هناك فستاطان فستاط الأول وفستاط الإيمان وهو نحن وفستاط الكفر والذي هو هم لقد سيطرت فكرة هم ونحن على تفكير الكثيرين وخاصة الأحزاب الدينية والقومية مرة دخلت في قول روالي حادثة قال مرة دخلت في نقاش مع أحد أفراد هذه الجماعات منطلقاً من فرضية أن الإسلام هو دين أممي وأن النبي أرسل لكل البشرية وليس لقبيلة معينة أو مرتبط بقوم أو بأرض محددة وحين عجز محدثي عن الدفاع عن وجهة نظره الإنزالية قال ألا تفرح بأن الله قد استفاك لأن تكون من المسلمين أجبته بفرح كما قال الصديق وليد وبماذا أن كنت لا أعترف أن كنت لا أعترف بحقوق الآخرين في الحياة بماذا أفرح يعني ليش أنا لا أعترف بالآخرين بحقوقهم في الحياة لأنهم بشراً مثلي ورسالتي هي أن أكون إنساناً قبل كل شيء وبنفس المنطق وكان هذا النقاش كما يقول قبل نصف قرن تقريباً حين حاجزت أحدهم وسألته وما هو الذنب الذين لم تصلهم الرسالة فهل تعلم أن هناك أقوام ما زالت تعيش في الكهوف والغابات ولا تعرف شيئاً عن بقية البشر ما هو ذنب هؤلاء كي يذهبوا إلى الجحيم إن كانت جغرافية الله لم تكتشفهم ومنذ آلاف السنين كان جواب إليه قلت نعم هذا ما قصدته أنهم متشبثون بفكرة الفصل هذه ولا يردون التفكير في منطقيتها كمن يتشبث بلوحة وسط البحر ويخشى الغرق بدونه أنا فكرتي دائماً أقول بأنه هنا هذا النظام الفصل في الدين الذي يجري بليلة نهار تلقيننا عليه وفرضه علينا بكل الطرق بكل طرق الترغيب والترهيب وهي مسألة دينياً مشرعة ودقيقة هذا الدأب المستمر يفترض أن يتغير لأنه النظام القديم نظام الحياة القديم كان نظام فيه هذا الفصل هذا الخشية من الآخرين لأن بالكاد كل واحد محصل مواردة ومحصل أشياء خاصة وكل جماعة بالكاد مرتبة أمورها الآن العالم بدأ متسع وكل الناس تحتاج إلى الآخرين يعني حتى أمريكا اللي هي أعظم دولة في العالم تحتاج إلى دول العالم الأخرى لا يوجد شعب على وجه الأرض ولا دولة ولا جماعة لا يمكن لها أن تستغني على الآخرين بالتالي هذا ماذا يعني؟ يعني بدنا بحاجة إلى إنهاء فكرة نحن وهم وهذا الندية وهذا الصدوع أو الجدران التي نرفعها بيننا وبالآخرين لم تعد عملية منطقية ولم تعد ممكنة أصلا فعلينا أن نكون واقعيين ونفكر بطريقة صحيحة ولا أن ننساق وراء هذا الحديث السمج بتحت الشعار أن هذا كلام مقدس وأن هذه فصات الإيمان ذلك فصات الكفر هذا دار حرب عندما تصعد الأمور إلى درجة العنف المؤلن يقول هذا دار حرب دار الإسلام ودار الحرب ودار المؤمنين هذا الكلام أصبح عارا على كل واحد أن يتحدث به أصبح شيئا محرجا أن تقوله بي لا بأس عندما بيع قبل مئة عام تقوله هناك اعتداءات ونالك كذا الآن هناك عمليات استغلال حتى عمليات استغلال الآن لم تعد عمليات تحدث بالطريقة العنيفة نحن وهم ونحن أفضل منهم وكذا هذا كلام مؤيب أصلا الآن أصبحت التقدم الألمي كلما تقدمت أكثر كلما تواصلت أكثر عند ذلك تستطيع أن تنافس أكثر التنافس الآن ليس بالقوة وليس بالأنف وليس بالمزيد من الكراهية التنافس الآن يتم بالمزيد من التعاون المزيد من التوافق المزيد من التفاهم والتسامح كلما أنت ازدادت فرصتك على التغلب على الآخرين بالتغلب على الآخرين على عكس ما كان سابقا علينا أن ندرك هذه المسألة لكننا مهوسون أو مجذوبون بسحر الماضي وبسحر التراث وبسحر هذا التلقين المستمر الذي جعلنا ملحوسية الدماغ لحسوا دماغنا بهذا الكلام وعلينا أن ننتبه ونفطن أن الموضوع ليس ضد الدين وليس ضد الجماعة وليس بهدف التدمير وهدف يعني العمالة للآخرين هذا كلام اتهامات جاهزة الهدف من هذا عدم التفكير يعني لازم نلاحظ هذه المسألة المهمة كل الهدف من هذه الاتهامات أنت كذا وأنت كذا الهدف من أنه الهرب التهرب من التفكير التهرب من مواجهة الحقائق عندما تتهم أحد بشيء هذا كافر هذا ملحد هذا كذا هذا يحاول أن يثير الفتنة هذا ضد الإسلام هذا معميل هذا كذا هذه كلها محاولات لعدم الدخول في نقاش أو إحساس بالفشل بدخول بالنقاش مجدي فماذا نفعل نقد نوجه هذه أو نرمي هذه الاتهامات لكي نقول نحن حللنا المشكلة هو كلها بالحقيقة نحن ليست لدينا قابلية على النقاش والتفكير أصلا فماذا نفعل نقدم هذه الأجهزة الأسبب والجاهزة والاتهامات جاهزة وعند ذلك نشعر بالإطمئنان ونقول نحن فعلنا جيدا يعني هذه مجرد خلصنا نفسنا من الموضوع ونصدق الكذبة على أنفسنا بدأ من أن نتمعن ونفكر ونتأمل والمسألة هي التصف في صالحنا في النهاية ختاما الصديق محمد أمين وعده دائما عنده ملاحظات لحد لأن المتابع يعني ينتقي البوستات التي ينشرها بدقة وأيضا هو متابع دقوب على المنشورات المهمة دائما أشوفها بقية الصفحات يقول كل أمة تصل إلى مفتغاها بسعيها وأخلاقها وأمتنا أيضا وصلت إلى منتهى مفتغاها وهو يعني الإنزال والقاع ما عرف يقصد والغرور والنرجسية والانفصال عن الواقع فهي هو نفس اللي قلت الآن أنه تتهرب عندما تتهم الآخرين تتهرب من الكلام بدقة عن التفكير في وجود مشكلة أنت تقول هذا كافر وهي حسبت الموضوع وانتهى فهي نفس الطريقة فلأن أزال والتقوق والغرور والنرجسية والانفصال عن الواقع ورفض الواقع رفض الحداثة رفض التطور رفض التقدم رفض التغيير هاي كلها محاولات للهروب من مواجهة المشكلة مواجهة الحقائق الجديدة التي لم يعد بالإمكان التراجع شكرا جزيلا وأسفر طال مع السلامة وأتمنى مشاركة الفيديو وكتابة التعليق المناسب أو طرح أفكاركم لأن هذا بالأصل هو القناة هدفه فتح بابي حوار وأشير مرة أخرى إلى أن هذا البوست لا علاقة له بالمشروع خرافة العقل العربي الذي أنا مستمر فيه بالصدفة وجدت هذا البوست قبل سنتين ونشرته معكم لم حاول أن أجري عليه أي تعديل كما هو قبل سنتين المترجم المترجم المشروع المترجم موسيق